بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة درسنا في الشريحة الماضية طريق تحسين الجزور وأخذنا الطريقة الأولى طريقة تنصيف الفترات سننطلق الآن إلى الطريقة الثانية وهي طريقة نيوتر رافسون أو طريقة الممسات فليأفترض أن الـ X1 تقريب أول لجزر المعادلة FX7 للحصول على تقريب أفضل X2 للجزر التام X0 بطريقة نيوستون أو طريقة الممسات يتم ذلك بوفق ما يلي فإذا فرضنا لدي منحنة دالة كان من هذا الشكل خلينا نفترض أن منحنة دالة من هذا الشكل ولتكون الـ X1 هي هذه واضح أن الـ X0 هنا هذا هو الـ X0 الآن من الـ X1 نرسم ويات النقطة إذن هذا هو الـ FX1 أو ويات النقطة من هذه النقطة لإحداثياتها اللي هي AX1 FX1 لأرسم مماس فإن المماس يلاقي المحور فواصل بنقطة ولتكن مثلاً X2 أريد أن أبحث عن إحداثيات هذه النقطة بقول بالشكل التالي إن المماس إن مين المماس اللي هو عبارة عن تنجنت الألفة تنجنت الألفة هي عبارة عن المعنى الهندسي للمماس قدناه في 119 ريط وهو يعني أنه يساوي إلى المشتق في Xات النقطة أي أنه يساوي المشتق في Xات النقطة وهو يساوي الآن التنجنت تعريفه هو المقابل على المجاور المقابل هو المقابل لهذه الزاوية هو FX1 والمجاور هو هذا والمجاور اللي هي عبارة من X2 إلى X1 وهي النهاية نائس البداية من هنا نحصل على لو بدلنا بين هذه وهذه فنحصل على X1 نائس X2 يساوي إلى FX1 على FFX1 الآن X2 مننقل لهون والكسر مننقله الطرف الثاني فنحصل على X2 يساوي إلى X1 نائس FX1 على FFX1 بنفس الأسلوب تماما من النقطة X2 نحسب هذه هي ويات النقطة X2 اللي هي FX2 نرسم إذن هذه النقطة به إحداثيات X2 FX2 الآن نرسم المماس من هذه النقطة فيتقاطع معه بX3 إحداثيات نقطة X3 تخضع لنفس اللي هي إذن أن تنجنت الألفا يساوي المشتق في النقطة X2 ويساوي إلى المقابل هو FX2 على المجاور المجاور للمسافة بين X2 وX3 وX2 أي أنها X2 نائس X3 نبادل فنحصل على X2 نائس X3 يساوي X2 أوجد ثلاث تقريبات بطريقة نيوتون الآن نعوض FX2 نشتق المعادلة فنحصل على F فتحة التقريب الأول X2 يساوي X1 نائس FX1 على F فتحة نعوض X1 بقيمتها وهكذا التقريب الثاني أيضا X3 X2 نائس FX2 على F فتحة X2 نعوض فنحصل على التقريب الثالث وينتهي الحل الآن نأخذ مثال آخر احسب قيمة جزر ثلاثة أين هي المعادلة يجب بناء المعادلة هنا الآن نأتي ونحلها بالشكل التالي لأفترض أن X يساوي إلى جزر ثلاثة عندئذ لو ربعنا الطرفين فنحصل على X3 يساوي إلى ثلاثة لو نقلنا ثلاثة إلى الطرف الثاني فحصلنا على X3 على X3 على X3 على إذا من هنا تشكل لدي معادلة فكأنه تنتقل المسألة من إيجاد جزر ثلاثة إلى حل المعادلة إيجاد حل هذه المعادلة إذن إذن تحولت مسألة إلى مسألة حلول المعادلة FX يساوي إلى الصفر هذه الفتحة X يمكن حسابها بسهولة وهي 2X الآن أحتاج إلى نقطة تقريبية أو قيمة تقريبية للحل أنا بعرف أنه الجزر ثلاثة قيمته الأساسية 1.2 1.2 يعني أكثر من الواحد إذن فيمكنني أنطلق من الواحد فإذا أخذت X0 يساوي الواحد فأحصل على لو عوضنا في الدستور التكرار XN زائد 1 ساوي XN نقص FXN على فتحة X الن عوضنا فحصلنا على هذه القيمة الآن X1 لا أحصل عليها بدلالة X0 بالشكل التالي نعوض X0 بالعدد 1 حيث وأنني اخترت القيمة الابتدائية هي X0 يساوي الواحد يمكن كان يختار الواحد 1.1 الطالب آخر اختار 1.2 وهكذا إذن اخترناها نحن 1 عوضنا فحصلنا على القيمة الابتدائية الأولى هي 2 نكرر نفس العملية عوضنا X1 فحصلنا على 1.75 عوضنا وحصلنا على X عوضنا فحصلنا على هذه وهذه قيمة مقبولة كقيمة للجزر 3 نأخذ مثال آخر باستعمال طريقة نيوتن رفص لإيجاد ثلاث تكرارات الأولى للمعادلة وحيث X0 يساوي إلى الواحد إذن هنا يحتاج إلى ثلاث تكرارات أيضا نأخذ Fx هي هذه القيمة إذن Fx يساوي X تقعب 3 X ز X 1 لنشتق هذه المعادلة مشتق هذه 3 X تربية مشتق هذه 6 X مشتق X هي 1 الآن نعوض في الدستور XI زائد 1 يساوي XI نائس Fx على فتح XI والX0 يساوي إلى 1 لو عوضنا فنحصل على هذه القيمة التقريبية الآن ممكن نأخذ مثال آخر استخدم طريقة نيوتن رفص لإيجاد التكرارات الثلاث الأولى للمعادلة Fx يساوي إلى X X نائس 1 طبعا هذا المثال عادي ولكن المشكلة تكمن في عملية الاشتقاق إن هذا اشتقاقه ليس عاديا الآن لأفترض أنه لأشرح عملية الاشتقاق Y يساوي X X نائس 1 يحتاج إلى اشتقاق لغارتم هذا ننقل 1 للطرف الثاني فيصبح Y نائس 1 يساوي إلى X X لنأخذ اللغارتم الطبيعي للطرفين اللغارتم El Y 1 يساوي لغارتم X X لكن باستخدام خواص اللغارتم X يمكن أن تنزل إلى ما قبل اللغارتم الآن لنشتق الطرفين المشتق هذه مشتق ما بعد اللغارتم يساوي إلى هذا مشتق الأول في المشتق الثاني في المشتق X X X مع X بتختصب ومعي هذا logarithm X زائد 1 الآن نضرب الطرفين بالY ناقص 1 فنحصل على الY فتحة يساوي إلى Y ناقص 1 مضروبة ب logarithm X زائد 1 لكن من هي الY ناقص 1 الY ناقص 1 هي X X إذن هذه الY ناقص 1 ما هي إلا X X إذن وبالتالي فنحصل على الY فتحة بهذا الشكل إذن المشكلة تكمل من هو الY فتحة إذن الF X هي عبارة عن X X مضروبة ب logarithm X زائد 1 وهذا هو طريقة حلة الآن بعد ما درنا نعملها ممكن بسهولة أن نحسب الباقي وذلك تبقى بس عمليات تعويض وقيم X0 هو عاطينيها أكيد هو عاطينيها بنص المسألة يجب أن يكون عاطينيها X0 هي عبارة عن نصف فإذن هذه الF X وهذه الF X نعوض فنحصل على بقية القيم يمكن ترتيب القيم بالجدول بالشكل التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته